أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحييكم أيها الأحباب ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتفزيع في عنيزة أن يقدم لكم التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وقد بدأ الشيخ بالتعليق عليه في الثاني من شهر محرم من عام أربعة عشر وأربعمائة وألف بعد الهجرة وانتهى من هذا التعليق في العاشر من شهر صفر من العام نفسه وجاء التعليق في خمسة وعشرين شريطا ويسرنا أيها الأحباب أن نقدم لكم الآن الشريط الأول من هذا التعليق الحمد لله رب العالمين قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله كبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله وهي الجامعة الصحيح كما ابتدأه بالوحي بأن الوحي به الابتداء والتعليق به الغاية ولهذا كان من مات أو آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد مصدر وحد يوحب أي جعل الشيء واحدا هذا في اللغة ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئا النفي والإثبات لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئا أي النفي والإثبات لأنه لأن النفي وحدة تعطيل وإخلاء والإثبات وحدة لا يمنع المشاركة ثلاثة وحيب إلا بإثبات ونفي وطرق الإثبات والنفي كثيرا مثل إنما إلهكم الله لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرا لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات لماذا؟ لأن النفي وحده تعطين وإخلاء والإثبات وحده لا يمنع المشاركة ويتضع هذا بالمثال فإذا قلت لا قائمة في البيت هذا نفي مناعي انتفى القيام عن البيت انتفى القيام عن من في البيت وإذا قلت زيد قائم هذا إثبات ولا يمنع أن يكون غيره قائم أيضا وإذا قلت لا قائمة في البيت إلا زيد هذا نفي وإثبات يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك المثال مرة ثانية لا قائمة في البيت زيد قائم في البيت لا قائمة في البيت إلا زيد أيها التوحيد الأخير ولهذا لا بد فيه من الرخلين النفي والإثبات وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تحتص بصيرة معينة هذا في اللغة العربية أما في في السرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد ما يختص إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة سواء كان ذلك مما يتعلق بأسماءه وصفاته أو أفعاله أو عبادته فالذي يختص بالله يجب إفراد الله به ولا يجوز أن يشرك به معه غيره وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الأسمى والصفات وتوحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير بالخلق والملك والتدبير بأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله فإن قال قائل كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين وقال لهم أحيو ما خلقتم وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين كن الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق الثابت الخلق الثابت لله هو إيجاد من عدم وهذا لا يملكه أحد والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل يحول الشيء من الشيء إلى آخر أو يغير أو يغير وليس إيجادا مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا الآن من الذي خلقه إيجادا نعم الله خلقه من الشجر ولا يملك أحد أن يخلق شجره حتى يكون منها هذا الباب لكن خلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة فليس بخلق ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة الله عز وجل فكان خلق الإنسان أو خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له لأن هذا من صفاته أي من صفات النجار وأخلاقه والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من على الله عز وجل كذلك الملك الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان فالإنسان يملك كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتحة أو ما ملكت أيمانه لكن ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله للشيء ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام يفعل في ملكه ما يشامل وملك الإنسان للشيء ملك مقيد ليس تام ولا شامل فالإنسان مثلا يملك كتابه لكنه لا يملك كتابه غيره والله عز وجل يملك كل ما في السماوات الأرض الإنسان يملك الكتاب ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء لا يتصرف في الكتاب كما شاء بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية ولهذا لو أراد أن يحرق هذا الكتاب لغير سبب شرعي لم نعمل ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما يشاء الإنسان يملك البعيد فهي له يركبها وينتبع بها وينحرها ويأكلها لكنه لا يملك أن نعذبها لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن من ذلك والله عز وجل يملك هذا أو لا يملك هذا يخرج غدة فيه في ظهر البعير تنجرع وتسألم البعير منها وربما تموت إذن تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق كذلك في التدبير الإنسان له تدبير في ملكه يدبر يقول لولده افعل كذا ولولد الآخر قال كذا ويوجه لكن التدبير المطلق لمن لله وحده فالله عز وجل يدبر كما يشاء لما تقضي حكمته ولا معقبا لحكمه بخلاف الإنسان وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والثاني الملك والثالث التدبير توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوية في الحقيقة لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة من أهل القبلة أي المسلمين فلذلك جعلوه قسما مستقلا وإلا فإنه يتعلق بذات الرب فهو من تمام الربوية لكن نظرا إلى أن أهل الملة عن الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه جعلوه قسما مستقلا بذاته ما هو توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماءه والصفاته بحيث نثبتها له إثباتا بلا تعطيل وتنزيها نعم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل أي نثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك مثال اليد لله عز وجل يد والمخلوق يد لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيدي المخلوق لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل أيدي الله أو يد الله مثل أيدي المخلوق كنت بذلك مشركا مشركا فتوحيد أسماء الصفات إثبات ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى وقالت امرأة العزيز والله تعالى يسمى نفسه بالعزيز لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله الجواب لا يختلف اختلافا كبيرا فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح ويسمى خالدا وهو يموت لكن أسماء الله مجتملة على معنيها التامة فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت الله من الأسماء وما يثبت ليش للمخلوق وكذلك نقول في السفات وهذا هو توحيد الله تعالى بأسماءه والسفاته القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعبادة بأن لا يعبد غير الله أي كان ذلك المعبود سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو أما أو أبا أو غير ذلك لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وذكر العلماء ذلك قسما برأسه لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين بين المسلمين أو بين المشركين توحيد الربوبي لم يقع فيه خلاف بين المسلمين أو المشركين توحيد الألوهية أو العبادة وقع فيه خلاف بين من المسلمين والمشركين توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين بين المسلمين فصارت الآن هذه الأقسام ثلاث تقسام من حيث اتفاق الناس عليها ولا يرد على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلاً نهائياً والكلام مع من أثبت الخالق مع من أثبت الخالق أما من أنكره فلا كلام معه لأنه لا يثبته الرب ولا غير الرب مثل الشيعية الدهريجة غيرهم كثيرون طيب إذن هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية لا لأن الله صرح في آت كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية قل من رب السماوات السر ورب العرش العظيم سيقولون الله إذن كذلك سيقول الله هو رب السماوات السر ورب العرش العظيم قل من يزوقكم من السماوات والأرض أمن يملك السماوات الأبصار ومن يخزي الحي من الميت ويخزي الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش فسيقولون الله ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فهم يقرون تماماً بتوحيد ربوبي لكن نعم توحيد الأولوهية هل يتفق المسلمون والمشتكون عليه لأن المشركين يشتكون بالله في توحيد الأولوهية يعبدون مع الله غيرها اللات العزة منات هبل وغيرها من أسلامه الكثيرة المعينة بعينها وغير المعينة يعني المشتكون لهم أسلام معينة بعينها كلات والعزة ومنات وما أشبه لهم أسلام غير معينة من سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضاً اختار أربعة أحجار ثلاثة منها يجعلها للقدر والأحسن منها يجعله إلهاً يعبده سفه سفه عجيب طيب الأسمى والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين الذين يستقبلون قبلة واحدة فيه النزاع هذه الأقسام هذه التوحيد التي ذكر العلم ما هو التريد على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك فواجب يجور على هذه الأقسام السلام قال المؤلف رحمه الله فيه نصفة عني إلا عندي فيه نصفة يعني والرد على الجهمية الجهمية أتباع الجهمة من صفوان والجهمة من صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل بل رأس الأمر في التعطيل الشيخ الجعدي من درهم لكن الجهم كان فصيحا فليغا نشيطا فحرك هذه الدعوة دعوة التعطيل ونشرها وناظر عليها وجادل فيها فنصب المذهب إليه وإن كان المذهب في الأصل من الجعدي من درهم وأول هذا المذهب الخبيث مبني على شيئاً إن كان المحبة وإن كان الكلام لله قالوا الله لا يحب ولا يتكلم لا يحب ولا يتكلم وهذا هدم للدين كله إذا كان لا يحب صار المؤمن والكافر عند الله سواء سواء إذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء وهذا تعطينا الواضح وعلى هذا فنقول الجعدي من درهم زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً قال هذا إنكار تأويل لا إنكار جحل لأنه لو كان يريد إنكار الجحل لأعلن على نفسه بالكفر إذ أن من أنكر حرفاً واحد من القرآن فهو كافر لكنه أنكره إنكار إيش تأويل قال إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً لكن ليس على المعنى الذي تريدون اتخذه خليلاً من الخلة بالكسر وهي الاحتياج والفقر وليست من الخلة التي هي المحبة أو أعلى أنواع المحبة ولم يكلم موسى تكليماً بمعنى الكلام الذي يسمى لكن كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة بشي الكلام جرحه بمخالب الحكمة لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكروم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دماً اللون ولون الدم والريه يلح المسك كما نكلم يعني جرحه وهذا على سبيل الاستعارة على كلامه الاستعارة كأن الحكمة وحش لها أظفار جرح الله بها من؟ موسى ولا شك أن هذا كلام منكر عظيم لكن من طبع على قلبه فإنه الآهر الباطل والعياذ بالله ويقال إنه إنه لما خرج خالد بن عبد الله القصري ذات عيد من آيات الأضحى وكان قد حبس الجعد بن درهم خرج به موثوقاً وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل من المنبر فدبحه وهناس العقيل هل تجزي هذه الرطحة أو لا تجزي ها تجزي عن كم يقول ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم دبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكرت ضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان ونحن نشكر أن ضحى بهذا الرجل الذي هو رأس البدعة هذه البدعة العظيمة فالبخاري رحمه الله قال التوحيد والرد على الجهمية ويفهم من هذا الكلام أن الجهمية في رأي البخاري رحمه الله ليس من أهل التوحيد لأن قال التوحيد والرد على الجهمية وقد صرح كثير من العلماء بكفر الجهمية وأنهم كفار وبعضهم فصل وقال المجتهد كافر والمقلد العامي ليس بكافر وبعضهم زاد قيدا في المجتهد وقال المجتهد الداعية إلى بدعة كافر وغير الداعية الذي تكون بدعته على نفسه ليس بكافر وهذه المسألة عن تكفير الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم تحتاج إلى نظر إلى نظر عميق وفي كل قضية بعينها لأن الإطلاق إطلاق الكفر قد يأتخل فيه من ليس بكافر ونفي الكفر قد يخرج منه من هو كافر والكفر حكم من أحكام الله لا جوز لنا أن نفلقه على أحد إلا إذا علمنا أنه يستحق هذا الوصف كما أن التحليل والتحليل من أحكام الله فلا يجوز أن نطلق على شيء أنه حرام أو حلال إلا وعندنا فيه من الله برهان بل الكفر أعظم لأن الكفر فوق الحرام فوق الكبائد ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وثالث دعاء النبي أمته إلى توحيد الله الظاهر أن ألف قوله النبي للعهد الذهني وليست العموم بدليل سياق الأحاديث ويصف أن نجعلها للعموم أي دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله وإذا جاءناها للعموم فإن دليل ذلك قوله لذلك قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا لَا 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 أَنَا لَا لَا أَنْ آَنَا إلى التوحيد كل الرسم وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة في القول وبالفعل فمن ذلك ما قال البخاري يقرأ حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكري بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وحدثني عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا الفضل بن علاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول سمعت بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بذلك فخذ منهم وتوقى كرائب أموال الناس باثم معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري لكن باث كل واحد منهما إلى ناحية ولهذا وردت الفاضح حليث عباس في باثم معاذ على وجهه الوجه الأول باث معاذا إلى اليمن والوجه الثاني باث معاذا نحو اليمن أي جهة اليمن والثاني أقرب إلى الواقع أي نحو اليمن أقرب إلى الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم باث معاذا إلى جهة وباث أبا موسى إلى جهة أخرى ولا يمتنع أن يكون اللفظ الذي فيه إلى اليمن يراد به الخصوص وإن كان للعموم ومعلوم أن معاذا لم يتجول في كل اليمن وشاهد من هذا حديث قوله فليكن أول ما تدعوهم أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله كلمة وحد الله مطابقة للترجمة تماما وفي لفظ آخر في الحديث نفسه إلى أن يشهدوا أن لا إله إن الله فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهاد هو أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبأيهم نأخذ نأخذ بالثاني لأن فيه زيادة وهو قوله وأن محمدا رسول الله لأن أهل الكتاب لا يؤمنون بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق فيكون هذا اللفظ هو المعتبر وهو المأخذ به لأنه أوفى وأكثر فائدة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معاذا إلا مرة واحدة ولم يصيه بما أوصى به إلا مرة واحدة وعلى هذا فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرها وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت ألفاظه ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة لأنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها وأتمها سياقا لأن الوافية التام سياق يدل على أن راويه قد غبط وأحاط به هل كل حال إلى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفي الحديث جنيع على أن أهل الكتاب لم يوحد الله عز وجل وهو كذلك فإن الأهود يقولون أعزين بالله والنصار يقولون المسيح ابن الله والنصار يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهم لم يوحد الله عز وجل إلى السنة العاشرة وهم لم يوحدوا الله وبهذا نعرف أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل نساء أهل الكتاب ثابت ولو كانوا يقولون بالشرك وفي الحديث جليل وفي الحديث جليل على رد قول من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد أي أننا ندعو الناس أولا إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك أن يشك أولا ثم ينظف الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك وهذا القول من أبطل الأقوال بل هو أبطل قول سمعته لأن الذي نلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرج من الطين هل يأمن أن يركس في الطين أو لا يأمن لا يأمن ربما يقول لهذا اللقاء للرجل يقول شك أولا ثم يشك وبعدين ما يستطيع يصنل إلى اليقين يبقى شاك فنسأل الله العافية من هذه الأقوال وسبب هذه الأقوال هو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء فيظنون أن الناس مثلهم والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة لا يحتاج أن نقول انظروا من خلق السماوات الأرض لأن هذا عمر المعلوم فطريا فلنقول وحدوا من خلق السماوات الأرض وعبدوه وحده نعم لو احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شعي لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعان فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم بالله أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد الثاني لكن مثل أهل الكتاب يحتاجون إلى تعرف الله أو لا يحتاجون لا يحتاجون لأنهم عندهم عند الله يعرفون الله عز وجل بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم فصار أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل المعرفة لأن هذا عمر الفطر إلا إذا كان إنسان منغمسا في قوم أفسد فطرة فحينئذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى توحيد الله أما القول بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا فهذا قول من أبطل أقوال بل هو أبطل قول سمعتم طيب وفي الحديث قوله فإذا عرفوا ذلك عرفوا ذلك استدل بعض الناس أن أول شيء والمعرفة لقوله فإذا عرفوا ذلك لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث روية بألفاظ متعددة وأوفى هذه الألفاظ هو قوله اللفظ الثاني فإن أطاعوك لذلك هذا اللفظ الذي سيق فيه الحديث سياقا تاما وعلى هذا فيكون هذا الحديث هذا اللفظ الذي ذكره مألف هنا منقولا بالمعنى على أن قوله إذا عرفوا ذلك لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله بل المراد إذا عرفوا ذلك أي عرفوا أن الله إله واحد أي عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له فأخبرهم أن الله ابترض عليهم إلى آخره وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق وفي قوله في الحديث زكاة في أموالهم في أموالهم تدل هذه اللفظة تدل على أن الزكاة واجبة في المال وهو كذلك وهو كذلك ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفاً أي بالغاً عاقلاً فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون وقوله من غنيهم فترد على فقيرهم المراجب الغني هنا من يملك نصاباً زكوياً هذا الغني من يملك نصاباً زكوياً أما من يملك العقار ولو كثر فإنه ليس غنياً بالنسبة لوجوب الزكاة عليهم لأن العقارات على القول الراجح لا تجيب فيها الزكاة وفي الحديث أيضاً على فقيرهم دليل على أن الصدقة توزع على مستحقيها توزيع أفراد لا توزيع جميع فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة وهذه المسألة اختلف فيها الفقه رحمهم الله مع وجود هذا النص فقال بعضهم لابد أن نقسم الزكاة ثمانية أقسام لكل واحد من أصناف الثمانية قسم وقال آخرون زيادة على ذلك بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن نعطي ثلاثة منهم وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين وثلاثة عامن عليها وثلاثة غارمين نعم وثلاثة لقاب والواجب وثلاثة مؤلف قلوبه في سبيل الله وابن السبيل هذه مفردة تستق بالواحد ولكن القول الراجح أن المراد بيان المستحقين لا وجوب الصرف في الجميع بدل هذا الحديث في قرائم والحديث له فوائد سبق الكلام عليه لكن الذي يفتص بهذا الباب قوله إلى أن نوحد الله نعم 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 صحيح يعني لو قال قال إن الخطاب لا يوجه إلى المكلف أصلا لو قال قائل لكان هذا وجه قول لكنه لما قال في أموالهم وقال في الآية خذ من أموالهم صدقة دل على أن الزكاة مركزة في المال نعم نعم ماهي ؟ نعم الرهد 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 الغفل لكفر وأن يكون للتويل مساء في اللوح العربية أما إذا كان لا وجه له فلا فتوينه مثل الجعور نعم المعطل ينقسمون إلى أقسام المعطل ينقسمون إلى أقسام ما يكفر هذا من يؤول الرحمة بأن المرادة لإحسان أو إرادة لإحسان فإنه لا يكفر أولا إن الله سمى المخلوق رحمة في قوله في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وسمى المطر رحمة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف في الأرض بعد موتها مع أنها شيء مخلوق فالمهم أن التوين إذا كان له مسافة اللغة العربية فإن صاحبه لا يكفر ليس هذا التكذيب لا ما هو تكذيب ما دام اللفظ يحتمله في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية ما يكون تكذيب لكن لو قال إن الله لم يستوى العرش لم يستوى العرش هذا التكذيب فإذا قال استوى ولكن بمعنى استولى ننظر أيضا هل له مسافة اللغة العربية أو لا هذا القهر نعم يعني أي تأويل سائف اللغة أي تأويل سائف اللغة فإن من سلكه لا يؤدي إلى الكفر والذي لا نسى له كفر نعم قوله عليه الصلاة والسلام تأخذ من غنيه فترد على فقيره نعم هل يؤمن من هذا الحديث أن الصدقات أو الزكاة التي تأخذ من غنيه هذا البلد لا ينبغى أن تأخذ إلى غير هذا البلد من المسلمين قوله تأخذ من غنيه فترد على فقيره أخذ العلماء بعضهم من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنية إلى بلد آخر لأنه غني كما هو خاص بأغنية أهل اليمن فقير هو أيضا حاص في فقراء أهل اليمن ووجه ذلك أيضا من حيث المعنى أنه إذا نقلت الزكاة من بلد الغني إلى بلد آخر صار في هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنية وربما صار ذلك فتحا للعدوان على الأغنية وأخذ أمواله فيكون في هذا فتن وهذا هو المشكور من ماذا بالإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد لكنهم قيدوها بما سابق القصر إلا إذا لن يكن في البلد مستحق فتصدق في بلد آخر سليم نعم 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 وأنه مرسل إلى عالم أبي طالب لكنه خان الأمانة وأدها إلى محمد لا شك في كفر لا شك أنه كافر وإن صلى وصاح وزعى من أنه مسلم وكذلك الذي يسب الصحابة تضي الله عنهم على سبيل العموم فإنه لا شك في كفر لأن هذا يقتضي أنه إذا كان الصحابة كفارا كان القرآن مشكوكا فيه لأن القرآن جاءنا من قبله وكانت السنة أيضا مشكوكا فيها لأنها جاءت من قبله نعم ثلاثة أخذ نعم أربعة الآن كيف يعني بأن هذا خاص بالتوحيد إذا 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 أعليفة لباس تطولش يا أخير أعجيل أخير خير أسمع أقرأ حدثنا محمد بن بشار وقال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشحة بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم أتدري ما حقه الله على العباد أتدري ما حقه الله على العباد قال الله على العباد فلابد من عبادة قال أن لا يعذبهم قال أن لا يعذبهم ورسوله ورسوله وهم مرضوبون فالجواب أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه والممنوع والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله أما إذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان فبين رحمه الله أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه نحن بأنفسنا بل هو الذي أوجب الحق على نفسه وله أن يفعل ما شاء قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب على نفسه أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصله فأنه أبو الرحيم كيف إنكار الكلام إنكار الشرائع لأن الشراء المثبت بالوحي والوحي كلام الوحي كلام فإذا أنكر الكلام أنكر الوحي خالد خالد لا لا الآية مؤكد هذا الغلوح هذا الغلوح والوحي كلام والواجب أن نقبل الحق وأن نسأل الله أن يعفو عنهم فيما أخطأوا به لأنهم بشر للقرطبي رحمه الله للقرطبي رحمه الله كلام جيد نقله ابن حجر في فتح في صفحة 35 في الباب كلام جيد يعني لو ينقل هذا لو تقطبون وتنقلون في دفتر يكون نرجع لأنه كلام من أحسن نعم 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 يعني لا حق للمخلوق على الله تعالى بكل حال ولكن يعلم ما يفعله الله عز وجل خلق مخلوقه بما جاء من وعده بكتابه ومن خبر عن النبي صلى الله فجب إذا علمنا أن الله أوجب على نفس هذا كون لا نجب شيء أن أوجبه الله عن نفسه هذا غلط هل ننفي إيجاب ما أوجب الله عن نفسه تكذيبا لا يمكن تحريفا لا يمكن أيضا فعلى كل حال نحن نقول إن الله تعالى أوجب على نفسه أن من قام في عبادته بلا شرق فإنه لا يعذب وهذا من فضله وإحسانه ورحمة نعم ثلاثة طيب نعم كيف صفحة ثلاثة وخمسة وفعين طبعا طبعا لعليها تعليق الشيخ عزمداز نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقال لها فكأن الرجل يتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لتعدل ثلث القرآن وأقسم على ذلك قال أهل العلم وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع أحكام وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقات الله كل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة فالأحكام تتعلق بأعمال العباد والأخبار عن مخلوقات الله أيضا يتعلق بما أخبر الله بي عنه والأخبار عن الله تضمنته سورة الإخلاص ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسمى والصفات الألوهية في قوله الله والربوبية والأسمى والأسمى والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن وفي الحديث من المساء الفقية جواز ترديد السورة أو الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكره فإذا كرر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس وكثيراً ما تعجب الإنسان آية من كتاب الله إما لمعناها أو للفظها أو ما أشبه ذلك فيردده فنقول هذا لا بأس به حتى لو كرر لكن تكريرها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف فمثل لو أراد الإنسان يقرره الله أحد مئة مرة وجعل لنفسي ورداً يقرؤها كل يوم مئة مرة ماذا نقول إيش بدعة لكن لو كان يقرأها بدون عدد معين كلما فرأ قرأها قلنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا بمقروم والله أعلم سبق لنا في الدرس الماضي أن أقسام التوحيد ثلاثة ما هي طيب توحيل الرغبية وتوحيل الولوهية وتوحيل الأسماء والصفات ما هو الدليل على انحصارها في هذا نعم لا عن انحصارها في هذا اقسام الثلاثة نعم تتبعوا واستقروا الأدلة نعم تمام ما هو الذي اتفق المشرقون والمسلمون عليه من هذه الأقسام توحيد الرغبية ما هو الدليل على اقرار المشركين بتوحيد الرغبية نعم عيهن ما حضرت آدم لا يقولون الله طيب ما هو الذي اختلف بين المشركون والمسلمون من هذه الأقسام شرافي نعم الدليل على مخالفة المشركين للمسلمين هنا وغير عمر نعم إنهم كانوا إذا قل لهم لا إله لله يستكبرون ويقولون ما هو الذي اختلف فيه المسلمون من هذه الأقسام صالح توحيد الأسماء والصفاء تمام احسنت اختلاف المسلمين في هذا القسم ذكروا شيخ السلام أنه على ستة أنحاء ذكر شيخ السلام أنه على ستة أنحاء والبارح لم نذكر هل منكم أحد يستطيع أن نجيب عن هذا هذا الصوار ستة أقسام يقول إننا نقسم ستة أقسام القسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله النفس من غير جمتين ولا تكيف والثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وجعلوا ظاهرها من جنس سبات المخلوقين والثالث من صرفوها على خلاف ظاهرها من حملوها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني هم عينوها بأنفسهم فقالوا مثلاً معنى استوى استولى والرابع من خالفوا ظاهرها لكن قالوا الله أعلم بما أراد لم يثبت الظاهر ولم يثبت معنى النصوص على ظاهر بل قالوا الله أعلم بما أراد ومنهم الخامس من قال يجوز أن يكون المراد بها إثبات إثبات صفة تليق بالله أو أن لا يكون المراد ذلك والسادس من أعرضوا عن هذا كله واقتصروا على قراءة القرآن والحريث ولم يثبتوا معنى ظاهراً ولا معنى مؤولاً ولا يجوزون شيئاً هذه ستة أقسام ذكرها رحم الله في الفتوى الحموية القسم الأول الذين أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله هم السلام أهل السنة والجمال والقسم الثاني الذين أجلوها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هم الممثلة والقسم الثالث الذين صرفوها عن ظاهرها وأحدثوا لها معنى بأنفسهم هؤلاء أهل التحريف المؤولة مثل الأشاعرة والمتزلة ونحوين والقسم الرابع الذين قالوا يجوز أن يكون كذا وأن لا يكون كذا لكن صرفوا على ظاهرها لكن قالوا إننا نعلم أن الله تعالى لم يلصفه هؤلاء قوم من المتكلمين ولم يعينهم الشيء والخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد كذا أو أن لا يكون المراد كذا وهم أيضا قوم من المتفقهة ولم يعينهم والخامس السادس الذين قالوا لا تكلموننا في شيء عن هذا نقرأ القرآن نقرأ القرآن والحديث ولا ندري ما المراد ولا ندري هل أراد الله الظاهر أو خلاف الظاهر لا نتعدى أن نقرأ القرآن لفظا والأحديث في باب السباة لفظا ولا نتكلم بشيء هؤلاء أيضا ما عينهم الشيخ رحمه الله لكن الواقع أنهم أن الأصول في هذه ثلاثة الممثلة والمعطلة والسلة هذه الأقوال المشهورة في باب الأسماء والصفات وهي الأصول طيب أوردنا إشكالا على تعهيد الربوبية يا خالد على انفراد الله بالخلق يعني هل ننسب الخلق إلى المخلوقين يعني يقال فلان خالق نعم ننسب نعم لكنه لا يستكر خلق الموافل لله لأن هذا لأن خلق الله خلق إجعاد وتبديل وتغيير خلق الآدمي مجرد تبديل وتغيير وتحميل ولكن الخالق اللي منشئ هو الله عز وجل طيب وأوردنا إشكالا على الملك أنت أين نعم أنه ملك محدود ومقيد بحسن ما تطيي الشريعة تمام طيب وأوردنا كذلك على التدبير بحسن ما تطيي الشريعة ذكرنا حديث بن عباس في باعة معاذن إلى اليمن اللفظ الذي استقع البخاري في هذا الباب ما هو اللساق هو في هذا الباب لا أقرأهم من جمارك فيه عدة زوايات اللساق المؤلف في هذا الباب إلى أن يوحد الله إلى أن يوحد الله لأنه في باب التوحيد طيب فيه لفظ هذا السياق الذي ذكره مؤلف فإنهم عبد الله عازم اللفظ الذي ذكره فيه بعض الفاظ الحديث فإنهم أطاعوك لذلك وهنا ما قال اللفظ إنثاق البخاري إذا عرفوا ذلك ما المراد بالمعرفة هل هي المعرفة التي قال عنها المتكلمون ليس كذا نعم يعني نعرف ما تأمرهم به طيب كيف يكون للعباد حق على الله والله تعالى هو الذي يوجب على الخلق نعم الأخ اللي وراء أين ولله أن يوجب على نفسه ما شاء تمام طيب أما نحن لا نوجب على الله شيئا يلا بن داود توحيد الأسماء ما معناه لكن كيف يكون توحيد لابد فيه من الأسماء ونفي ليس كمثله شيئا إذا نفي المماثلة وإثباته كماثل نأخذ الدرس جيدا في سورة قلها الله أحد قال إنها تعدل ثلث القرآن بندع كيف كان ذلك هي السورة هاك لأنه قرن يستمر على نعم على الأخبار عن الله صح هل تضمن السورة قل هو الله أحد جميع أنواع التوحيد كيف في قوله قوله الله توحيد ليش الربوبية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيخدم بقله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوك لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح عندما أحدثنا أحمد بن صالح الشرخ الشرخ ما ذكره يقول محمد محمد ببعض النصر طيب الماء حطوها مدام موجودة في الشرخ تثبت ما أشار لأن النصر نعم يعني هذا الغالة عن البخاري فيه احتمال لأن النصر موجودة أصل لو يقرأ ويقول لو يقرأ لن يوجد كلام واضح في الشرخ لأنه فيه احتمال الراوي عن البخاري قال حدثنا محمد لكن هذا خلاف العادة العادة إذا قال قال أبو عبد الله يذكره بكنته وهي عندنا أصل بسم الله الرحمن الرحيم الشاهدون هذا الحديث هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد وقوله يختم بقوله الله أحد يحتمل أن يكون يختم قراءة كل ركعة أو أنه يختم قراءة الصلاة عموما فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة الرباعية يقرأ بقوله الله أحد أربع مرات وعلى الاحتمال الثاني يقرأها مرة واحدة وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع صورتين في ركعة واحدة وقوله لأنها صفة الرحمن هذا هو الشاهد لأنها أي قل والله أحد صفة الرحمن ولا يريد أنها كلام الله فهي صفته لأن هذا الوصف لا يختص بقوله الله أحد بل هو شامل للقرآن كله ولكن مراده لأنها تشتمل على صفة الرحمن فإن جميع صفات الله عز وجل تتضمنها هذه السورة وتشتمل عليها وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله كما هو كما جرى على ذلك علمه السلف أن الله أسماء وصفات وأنكر ابن حزم الظاهر ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة مما أحدث والمتكلمون ولكن قوله مرجود بالقرآن وبالصنة أما القرآن فإن الله تعالى قال سبحان ربك رب العزة أما يصفون فنفي ما وصبه به المشتكون عن نفسه أو تنزيه نفسه عن ما وصبه المشتكون يدل على ثبوت صفة الكمال له وهو كذلك وأما الحديث فراهر لأنها صفة الرحمن فأثبت للرحمن صفة ومن المعلوم أن ابن حزم لم يحتج لقوله إلا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم والجسم ممتنع على الله ونحن نتكلم عن الجسم الآن والحيز والجهة وما أشبه ذلك من العبارات التي توصل أهل التعطيل بها أي بنفيها إلى نفي الصفات عن الله فقالوا لا نصف الله بصفة لأن هذا يقتضي أن يكون جسما والجسم والجسم مهدن والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء فنقول لهم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله وكتاب الله وسنة رسوله حق واللازم من الحق حق وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك وعما ألزمنا به ثم نقول له ما هو الجسم ولغيره حتى لا شاعر أيضا ينكرون الصفات بلان على هذا نقول ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجزى أم مرادكم بذلك الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات الفاعل لما يريد الذي يجيء ويأتي ويأخذ ويقبض ويبسط إن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يوصف بالجسم بهذا المعنى وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله به وسموهما شيئا سموه جسما أو غير جسما نحن نصف الله بأنه عز وجل قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة بهم يجيء وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض ويبسط ويتكلم نقول بذلك ولا يمكن أن ننكر هذا لأن إنكار هذا هو التعطيل المعنى ثم نقول لهم أنتم تقولون إنه لا يتصف بالصفات إلا الجسم وهذا خطأ مخالف للواقع فإنه يوصف بالصفات ما ليس بجسم فاللغة العربية مملوئة من وصف الأزمان بالصفات فيقال مثلا هذا ليل طويل وهذا نهار قصير وهل الليل والنهار أجسام أجيب لا ويقال حر شديد وبرد شديد والحر والبرد ليس بجسم فدعواكم أن الصفات لا تقوم بجسم دعوا باطلة تكذبها اللغة ويكذبها الحس وبناء على ذلك يتبين أن نفع الجسمية عن الله عز وجل خطأ وأن إثباتها كذلك خطأ هذا من حيث اللف أما من حيث المعنى فإن أنيج بها معنى لا يليق بالله وجب نفيها وإن وليد بها معنى يليق بالله فهي حق لكن لا تطلق لاصة على الله لا تطلق إثباتا ولا ولا نفيا لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها والعجب أن هؤلاء القوم الذين اعتمدوا في نفع الصفات عن الله على نفع الجسمية قالوا إن الله لا يحزن لأنه لو حزن لكان جسم إذ أن الحزن صفة والصفة لا تقوم إلا بجسم فانظر كيف أدى بهم هذا الخطأ إلى هذا الخطأ الفادح أيما أعظم أن نصف الله بالحزن والعجس والتعب وما أشفى ذلك أو أن نصفه بأنه جسم الأول فذهبوا ينفون الأوضح في الفساد بناء على ما هو أخفر فعكسوا القضية لأن القضية أن يستدل بالأوضح على الأخفر أما هؤلاء استدلوا بإيش بما هو أخفى على ما هو أوضح فنقول لهم هذا الكلام من أبطل ما يكون أولا أنتم إذا قلتم إننا لو أثبتنا الحزن لله لازم أن يكون جسما لمن أثبت الحزن أن يقول أنا أثبت الحزن ولا أقول إنه جسم كما قال السلف نحن نثبت القدرة ولا نقلنه جسم يمكن نقول هكذا ثم نقول كلامكم هذا يؤدي إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق واحد وهو إثبات الجسمية إن ثبت الحزن أو إثبات الجسمية إن ثبت أثبت القدرة أعرفتم على كل حال هذا وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفة وقال إن الله ليس له صفة ولا يجب أن نثبه له صفة لأن ذلك استلزم أن يكون جسما إذ أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأسها ولا يخف علينا أن هذا استعمال القياس وهو ينكر القياس في الأحكام العملية ويأتي به في الأحكام العقدية سبحان الله طيب إذن يستفر من هذا الحديث الفات الصفة الله عز وجل ومن فائد ومما يتعلق لهذا الحديث في مساء التوحيد والعقيدة إثبات المحبة لله لقوله أخبروه أن الله يحبه وهذه المحبة محبة حقيقة محبة حقيقة يجب أن نؤمن بأن الله يحب أن نؤمن بأن الله وأن القرآن مملوء بذلك إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب الذين يقอน في سبيل وصفة والله يحب التوابيين ويحب المتطاهرين فسوف يأتي الله بقوم يحب هم ويحبون القرآن وذكر محبة الله لمن علقت محبة الله به أكثر من ذكر محبتنا لله في القرآن ذكر إضافة محبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق ومع ذلك أنكرها أهل التطيل من الأشاعر وغيرها قالوا أن الله ما يحب ولا جوز أن نثبت أن الله يحب لماذا؟ قال لأن المحبة لا تكون إلا بين الشيئين متجانسين والخالق لا يماثل المخلوق فالجواب على هذا السهل وهو أن قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين الشيئين متجانسين غلط وخطأ وليس بصواب المحبة تكون بين الشيئين متجانسين كمحبة الرجل لامرأة مثلا هذا وعب كما قال تعالى جعل بينكم مودة ورحمة وتكون أيضا بين الجماد والإنسان أليس كذلك؟ في الحديث صحيح أحد نعم جبل يحبنا ونحبه وأنت بنفسك تحب بعض مالك أكثر من بعض يكون مثلا عندي قلم ليشته سهلة ولينة ولا تشقق الورق وقلم آخر ليشته صعبة تشقق الورق ومرة تكون الكتابة غليظة ومرة تكون دقيقة أيهم أحبوا إليك؟ نعم؟ هل أول تحبه جماد ساعة كلهما تخبط عليك وتؤذيك وتغرك في الوقت مرة تقدم ومرة تأخذ وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيء أيهم أحبوا إليك؟ الثانية حتى البهائن